اسم درس أقسم عددًا عشريًا على عدد صحيح طبيعي رابعًا أحسب الخارج ذهنيًا في كل عملية 3.14 على 10 110.5 على 100 3071.25 على 1000 0.1 على 10 0.1 على 100 0.1 على 1000 الإجابة 3.14 على 10 يساوي 0.314 110.5 على 100 يساوي 1.105 3071.25 على 1000 يساوي 3.077125 0.1 على 10 يساوي 0.01 0.1 على 100 يساوي 0.001 0.1 على 1000 يساوي 0.001 استنتج الإجابة الاستنتاج هنا هو أنه عندما أقسم عددًا عشريًا على 10 أو 100 أو 1000 أحرك الفاصل نحو اليسار بحيث يكون عدد الأرقام عن يمين الفاصل مساويًا لعدد الأصفار في العدد الذي قسمت عليه 5. تعد عائلة العم مسك خمسة أفراد بمناسبة شهر رمضان أعطى لأحد المحتاجين مبلغ 3.750 دينار بعنوان زكاة الفطر بكم قدر مفتي الجمهورية زكاة الفطر للفرد الواحد في تلك السنة بحساب الدينار؟ الإجابة مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد قيمة الزكاة التي أخرجها العم مسك على عدد أفراد عائلته 3.750 على 5 يساوي 0.750 دينار يساوي 750 مليم 6. في الثلاثية الأولى من سنة 2001 بلغ حجم مبادلات التجارة الخارجية لبلادنا في مستوى التوريد 3.318.6 مليون دينار أما في الثلاثية الثانية من نفس السنة فقدر بي 3.761.1 مليون دينار ما معدل قيمة المبادلات التجارية للشهر الواحد من كل ثلاثية بحساب المليون دينار؟ الإجابة معدل المبادلات الشهرية في الثلاثية الأولى حجم مبادلات التجارة الخارجية في الثلاثية الأولى على عدد أشهر الثلاثية 3.318.6 على 3 يساوي 1.106.2 مليون دينار معدل المبادلات الشهرية في الثلاثية الثانية حجم مبادلات التجارة الخارجية في الثلاثية الثانية على عدد أشهر الثلاثية 3.761.1 على 3 يساوي 1.273.7 مليون دينار أوظف سابعاً لفلاح سبعين شجرة زيتون تحصل منها في ثلاث سنوات متتالية على كميات من الزيت كما يبينه الجدول التالي كمية الزيت المنتجة بالديكالاتر معدل كمية الزيت المتحصل عليه من شجرة واحدة بالديكالاتر ثمن بيع الديكالاتر الواحد بالدينار ثمن بيع كمية الزيت المتحصل عليها السنة الأولى، 122.5، 32.200 السنة الثانية، 115.5، 35.500 السنة الثالثة، 129.5، 27.400 أتم تعمير الجدول الإجابة معدل كمية الزيت المتحصل عليها من شجرة واحدة بالديكالاتر في السنة الأولى كمية الزيت المنتجة بالديكالاتر على عدد أشجار الزيتون 122.5 على 70 يساوي 1.75 ديكالاتر ثمن بيع كمية الزيت المتحصل عليها كمية الزيت المنتجة بالديكالاتر على ثمن بيع الديكالاتر الواحد بالدينار معدل كمية الزيت المتحصل عليها من شجرة واحدة بالديكاليتر في السنة الثانية كمية الزيت المنتجة بالديكاليتر على عدد أشجار الزيتون 115.5 على 70 يساوي 1.65 ديكاليتر ثمن بيع كمية الزيت المتحصل عليها كمية الزيت المنتجة بالديكاليتر على ثمن بيع الديكاليتر الواحد بالدينار 115.5 في 35.500 يساوي 4100.25 دينار معدل كمية الزيت المتحصل عليها من شجرة واحدة بالديكاليتر في السنة الثالثة كمية الزيت المنتجة بالديكاليتر على عدد أشجار الزيتون 129.5 على 70 يساوي 1.85 ديكاليتر ثمن بيع كمية الزيت المتحصل عليها كمية الزيت المنتجة بالديكاليتر على ثمن بيع الديكاليتر الواحد بالدينار 129.5 في 27.400 يساوي 3548.3 دينار كمية الزيت المنتجة بالديكاليتر معدل كمية الزيت المتحصل عليها من شجرة واحدة بالديكاليتر ثمن بيع الديكاليتر الواحد بالدينار ثمن بيع كمية الزيت المتحصل عليها السنة الأولى ما معدل إنتاجه السنوي من الزيت خلال تلك الفترة الإجابة معدل إنتاجه السنوي من الزيت خلال تلك الفترة جملة إنتاجه طيل الثلاث سنوات على عدد السنين 122.5 مع 115.5 مع 129.5 على ثلاثة يساوي 367.5 على ثلاثة يساوي 122.5 ديكاليتر ما معدل ثمن بيع الديكاليتر الواحد من الزيت خلال تلك الفترة الإجابة معدل ثمن بيع الديكاليتر الواحد من الزيت خلال تلك الفترة جملة ثمن بيع الديكاليتر الواحد بالدينار في السنوات الثلاثة على عدد السنوات 32.200 مع 35.500 مع 27.400 على 3 يساوي 95.100 على 3 يساوي 31.700 دينار ما معدل دخله السنوي من صابة الزيتون خلال تلك الفترة؟ الإجابة معدل دخله السنوي من صابة الزيتون خلال تلك الفترة جملة ثمن بيع كمية الزيت المتحصل عليها خلال ثلاث سنوات على عدد السنوات 3944.500 مع 4100.250 مع 3548.300 على 3 يساوي 11.593.050 على 3 يساوي 3864.350 دينار ثامناً لسيدة نور قطعة قماش مربعة الشكل قيص ظلعها بالدسيمتر 9.8 ترزتها بالعقيق حسب ما يبينه الرسم لتجعل منها غطاء لطاولة صغيرة استهلكت دسيمتر المربع الواحد من كل جزء مترز 5 غرام من العقيق تملك السيدة نور الكميات التالية من هذه الأنواع من العقيق نوع العقيق الكمية فضية اللون 1.75 هكتوغرام أزرق اللون 18 ديكغرام ذهبي اللون 13.5 ديكغرام أخضر اللون 160 غرام هل تكفيها الكميات المتبقية لإعداد غطاء له نفس مواصفات الأول؟ أعليل إجابتي الإجابة لمعرفة هل بإمكان هذه السيدة إعداد غطاء له نفس مواصفات الأول؟ أحسب المساحة المخصصة للعقيق كذلك مساحة كل لون وما يحتاجه كل جزء من كمية العقيق المساحة المخصصة للعقيق مساحة قطعة القماش إلى المساحة الشاغرة بعد التطريز 9.8 في 9.8 إلا 6 في 6 يساوي 96.04 إلا 36 يساوي 60.04 ديكغرام مربع المساحة المخصصة لكل لون المساحة المخصصة للعقيق على عدد الأجزاء 60.04 على 4 يساوي 15.01 ديكغرام مربع 15.01 في 5 يساوي 75.05 غرام أحاول كميات العقيق التي تملكها السيدة نور إلى وحدة الغرام لمعرفة ما إن كانت ستغطي لنا المساحات المطلوبة أو لا 1.75 هكتوغرام يساوي 175 غرام 18 ديكاغرام يساوي 180 غرام 13.5 ديكاغرام يساوي 135 غرام بالتالي بعد مقارنة كميات العقيق التي تملكها السيدة نور بكمية العقيق التي يحتاجها كل جزء اتضح لنا أن الكميات المتبقية لا تكفيها لإعداد الغطاء له نفس مواصفات الأول وذلك لأن كمية العقيق الذهبي لا تغطي المساحتين من نفس اللون 75.05 في 2 يساوي 150.1 غرام أكبر من 135 غرام وينقصها 15.1 غرام الإجابة لتتمكن السيدة نور من إنجاز هذا العمل عليها أن تستبدل إحدى المساحتين المترزتين باللون الذهبي وذلك بجعلها مترزة باللون الفضي ترجمة نانسي قنقر